اشتركوا في القناة اليوم ملفات كثيرة رح نحكيها نحن وياك مثل ما قلنا له لزميلنا إلي ملفات عكارية رح نتركها بيئة أكتريتها للإسم الثاني من الحلقة ولكن الموضوع الطاغي اليوم هو الموضوع الحكومي اليوم عندكم اجتماعي رح تكتل بعض الظهر بعد غياب أسبوعين وفيه سلسلة مواقف يمكن أبرزة يلي صدر من النائب السابق وليد جملال بعد لقاء الرئيس برية أمس من وعندما تحب نبلش أول شيء بدي قبل ما نبلش الحلقة بدي استنكر الجريمة البشعة ومن خلال أقول أنه هيدا التطرف بيقدر بيقود لهيك جرائم ما فينا قلة ما نستنكرها بأشد أنواع وعبارات الاستنكار ونقول أنه ما عنا بديل عن التعددية واحترام الأديان والديانات السماوية وقديش نحن منكون متسامحين كيف نكون نحن متحبين منقدر من نتخلص من هالتطرف ومن هالتكفير لأنه اللي صار بكل الشرائع وبيكل الأديان غير مقبول على الإطلاق وتحديدا بالدين الإسلامي هو دين محبي والدين الإسلامي دين محبي ودين رأفي وعلى أكيد هو براء من هايك تصرف على كل حال ما زال يعني حكيت بالموضوع خلينا نشير إلى أنه رئيس تكاتل لبنان الأول وزير جبران بسيل كان عنده تغريد اليوم قال فيها محمد عادل الدهايبي ضحية التكفير والتطرف يلي مزق إنسانيتنا ودمر مجتمعاتنا بالعنف والقتل ويلي هو أخطر أنواع الإرهاب بأيديولوجيته أخطر أنواع الإرهاب بأيديولوجيته وقمنا بمكافحته وبيبقى نموذجنا لبنان التعدد والمشيء الضماني لحماية الأديان والإنسان وهذا اللي عم قوله برجع أبأكد عليه أنه النموذج اللبناني هو اللي أكتر شيء منقدر مندافع فيه نحنا حتى عن الرسالة رسالة الدين الإسلامي اللي بتدعي إلى المحبة واللي بتدعي إلى التأخي نموذج لبنان هيدا هو التعايش الواحد اللي منقدر منطلع عليه من خلاله للعالم منقلهم هيدا حقيقة الدين الإسلامي اللي نحنا متعايشين نحنا وياهون بديانتين مختلفتين ولكن متحبين ومتأخين على كل حال يعني الله يرحم الضحية وإن شاء الله العدالة بتأخذ هالمرة مجردها على أكيد لأنه كمان يعني منظل فينا نذكر بالمبادئ والقيم الإنسانية والدينية ولكن آخر شيء لابد من عدالة بمكان ما لمنع تكرار هذه الجرائم على أكيد نحنا مندعي إلى تطبيق العدالة وكل واحد كان مشارك أو مشجع على هذه الجريمة أنه يأخذ الإيقاب اللي يزم خلينا نفوت بالملف السياسي بالملف السياسي يعني حضرتك مثل ما هو معروف في الانتخابات النيابية الأخيرة بلبنان كله ما أعرف إذا كل المشاهدين بيعرفوا هذا الشيء يعني أعلى شخص حاز على نسبة أصوات أرثودوكسية بلبنان كله يعني أنت الأرثودوكسي الأول فينا نسميك يعني أكتر شخص أخذ أصوات أرثودوكس أصوات أرثودوكس اليوم الموقع الأرثودوكسي الثاني بالدولة إذا افترضنا أنه نائب رئيس مجلس النواب هو الموقع الأول الموقع الثاني هو نائب رئيس الحكومة عرضة ل ما بحش بنا نسميه إذا هجوم لتفسير غلط أو تفسير صحيح حلق بنسمع رأيك بالموضوع برحس معنا النائب السابق وليد جملات بيقولوا أنه هذا المنسب مش موجود ولا شو مختلفين عليه اليوم شفنا حتى الرئيس بره عم يحكي بسياء المنطق ذاته وشمل بالموضوع ووزارة الدفاع بس بالنسبة لموقع نائب رئيس الحكومة كيف تشوفه كأرثودوكس دعونا نحكي هذا النوع من الكلام يعني أنا إذا بدي إليك بدي من خلال موقفهم اتنينتهم وبدي دعيهم اتنينتهم حتى يساعدونا أنه يكون هذا الموقع له الصلاحيات اللازمة وعلى قليل يكون له مقر لأنه إذا بديك تشوف نحن البلد الوحيد بالعالم اللي نائب رئيس الحكومة ما عنده مقر ما عنده مكتب ما عنده هيئات تابعة له ما له أي سلطة تنفيذية بقى أنا بدي شجعون يضلونوا مكفيين بهالمضبار ومن موقع الأرثودوكسي وقال لهم أهي بدنا نحقق ونطالب كل ياتنا مع بعضنا حتى هذا الموقع يكون له فعاليته وقاله موقعه بالدولة اللبنانية هلأ بالشيء الثاني اللي بدي أقوله كمان أنه هيدا نيابة رئيسة الحكومة عرفا أنه رئيس الجمهورية هو اللي بيسمي يعني اليوم وأصلا مجرد وجود الموقع لا يحتاج إلى نص دستوري لأن العرف هو بقوة دستوري يعني اليوم يعني أنا بدي أقول للعرف يعني اليوم مثلا مثلا بوزارة المالية أنه اليوم الموقع اللي بتاخده طائفة معي يعني ما بقى فيك تقول لا بدنا نجي نعمل مداورة وحدة تاني بدي أخدها أو كان بوزارة الداخلية نفس الشيء يعني اليوم فيه أعراف بلبنان على كترة الممارسة فيها عم تتحول إلى دستور وإلى يعني صار وكأنه المس فيها هو مس بالدستور اللبناني بس أنا بدي أخدام من ناحية الإيجابية اللي قاله الرئيس بري واللي قاله الوزير جنبلات أنه هذا الموقع يجب أن يكون لأله هيكليته ويجب أن يكون لأله أهم شيء يكون في بناء ويكون مشارك بالقليلة بالحد الأدنى بالسلطة التنفيذية صار فيه محاولات كتير قبل بموضوع يعني موقع نائب رئيس الحكومة لحتى ليسير اللي عم تتفضل فيه من دون تعديل دستوري أنه من باب يعني إعادة تفعيل أو خلق نظام داخلي جديد لمجلس الوزراء وما تكللت بالنجاح لأعتبارات طائفية ومذهبية معروفة لا نحن نكفي فيها وهذا بعتقد حق واللي عم بيقول اليوم أنه هيدا الموقع مقل وقيمي وهيدا الموقع فخري قالوا أن الموقع حلق فخري بس نحن كمان نحن الطائفة إذا بدك تقول الطائفة بعد يعني التالتي نحن باللبنان يعني يعني بعد أو الطائفة التانية بالمسيحيين نحن ما قالنا ما قالنا شيء يعني كله نائب رئيس مجلس النواب أو نائب رئيس مجلس الوزراء كمان بيحق أننا يكون لنا أنه ولو أنه بالحد الأدنى المشارك بالسلطة التنفيذية يعني اليوم حيالها رئيس صندوق بهيكلية مجلس الوزراء أو حيالها هيئة إلى السلطة وإلى فعالية أكتر من نائب رئيس الحكومي وما بعتقد حدا بيقبل فيه اليوم بالدولة اللبنانية هالموضوع طيب ما زال فتحنا هذا الموضوع موضوع الحقوق الأرثوذوقسية وإلى آخره اليوم كمان النائب السابع وليد جملاط على مدى أكتر من مرة حكي بموضوع مجلس الشيوخ مرة يعني رجع فتح الموضوع وإخيرها مبارح صباحا يعني بحديث صاحب الصباحي قبل زيادته للرئيس برئي أنه مجلس الشيوخ وبدنا أن ننجح نفعله إلى آخره طيب موضوع رئيسة مجلس الشيوخ وهذا نحن مصررين على أنه هذا يكون حلا ما بدنا نفوت لا ما بدنا نفوت بس نفتحوا هؤدي كلهم عم نبكتج واحد بأعتقد بيكون بيحرز هذا الموضوع يعني هذا الموضوع يعني هذا الموضوع هذا موضوع خلافة أنا بأعتقد خلينا هلأ نركز على الموضوع الحكومي وعملية تقليف الحكومي والبيانة الوزارة وكمان نقدر نوصل حتى تاخد الحكومة السيئة حتى نقدر هناك نشتغل وبعدين نطرح هذه كلها الملفات الخلافية بس ولكن نحن من موقعي الأرثودوكسي نحن متمسكين برئاسة مجلس الشيوخ أن تكون إلى الطائفة الأرثودوكسية لنفوت على الأمور الأسهل يعني قدام حوضي تشكيل الحكومة نهيين قدام حوضي حوضي الأمور كلهم قبل ما نحكي نرجع نفوت بموضوع الحصص والأحشام والمفاوضات وكل شيء عم بيصير وشو آخر معلوماتك بهالإطار ليش عم ينبحث بالبيانة الوزارة قبل أعلان التشكيلة ولو هو عم تنقال بس هي هيك تفسيره الوحيد هو العرقلي يعني اليوم بيجي بيقولك نحن بابدنا نطبع مع سوريا يا عميك أنتوا بابدكم نطبعوا مع سوريا اليوم التطبيع على الأرض تفسيره هو يصير في علقات ديبلوميسية بين البلدين طبعا العلقات موجودة شو بك طبعا وفيه علقات وفيه تبادل للسفرة وفيه عطول اليوم عم بيكون موفد من قبل الحكومة اللبنانية ووزير الداخلية هو لواء عباس إبراهيم إلى سوريا لمنائشة عدة ملفات بتعني البلدين أنه عشو عم تحكو بالتطبيع بعدين اليوم طرح هذه المواضيع هي أنا بعتبر لعرقلات تأليف الحكومة لأنه أنا وكثير من اللبنانيين ما بقى حدا خافي عليه أنه العملية العرقلة هي يمكن تكون بإرادة خارجية أو بطلب خارجي ولكن للأسف المعرقلين هموا لبنانيون يعني هو إذا بدنا نقولها هي بتوصية خارجية بس ولكن التوصية الخارجية عم تترجم عم ينفزوها أشخاص البنانية طيب لاش هلأ يعني كل الناس متوقع أنه يصير فيه أمر إيجابي بالموضوع الحكومة بناء على حركة المشاورات الداخلية ما زال عم تتفضل وتقول أنه القصة كلها بالخارج ينشو تغير بين جمعة الماضي وهي الجمعة أو اللي بعدها أو اللي بعدها أنا بدي أحكي هيدا من معطيات يعني أنا هيدا تصور لألي نعم أنه اليوم الجميع اليوم صار كتير إذا بدنا نقول ما بقف عنده أي مناورة يقدر يناور فيها وأنا على يعني بعتقد أنه الرئيس الحريري رح يبادر بخلال الأيام اللي جاية أنه يكون فيه له دور وهو دوره لعطيات دستور يعني هو مش صندوق بريد أنه والله أنا شو عندي مطالب بروح بحطة عندك وإذا كانت كل المطالب متفقم مع بعض وكل واحد عطا مطلبه وما في تعارض بين هذه المطالب يعمل الصيغة الحكومية هو دوره الأساسي أنه هو يقدر يدور الزوية وهو يقدر ياخد يستمزج كل الفرقاء اللبنانيين وهو يقدر يسمع لأنهم كلهم سوا ولكن من نتيجة هو عنده رأي الأساسي بقدم الصيغة الحكومية أو المسود الحكومية لرئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية بعض الاتلاع عليها بيقدر بيوافق عليها أو بيقدر ما بيوافق لحد الآن ما فيه أي صيغة حكومية رسمية تقدمت لفخامة الرئيس بسهو يمكن ما فيه صيغة لأنه اللي عم بيعد الصيغة عارف أنه اللي عم يحكي فيه لحديث هلأ مش حيوافق على رئيس الجمهورية ولكن هيدا دوره يعني اليوم عم نسمع من كل أنه دستور الطائف عطى رئيسة الحكومية هاي الصلاحيات ثم من نقبل المس بهذه الصلاحيات ولا نحن من نقبل بالمس ولكن هو اللي يجب يبادر يعني هو المعنى الأول بتأليف الحكومة يعني هو رازم يقول أنتو رأيكم كلكم سواء أنا هيدا رأي المشكلة مع الرئيس الحريري اللي اللي عم بيصير أنه مين مراحل عنده بيقوله معك حق طب أكي معنا حق طب أكي شو أنت بتعتقد كل فريق لازم ياخد خلينا نقدم هيدا الصيغة الحكومية وخلينا نقدم هيدا المسودة لأنه العالم اليوم وضع اللي وصلنا له الوضع الاقتصادي الوضع المعيشي قصة الإسكان اليوم اللي هي الدورة الاقتصادية بالبلد كله بيتوقف عليها طب نحن شو ناطرين أنا بيقول لك أنه ما في مهلة للتأليف طب ما في مهلة للتأليف ولوين منظلم كفين ولوين وبعدين ما في مهلة تبنظلم هيك البلد تركينه ما بيصير واليوم اللي بيجي بيقول أنه رئيس الجمهورية ما عنده صلاحيات رئيس الجمهورية أقسم اليمين على حماية الدستور رئيس الجمهورية أقسم اليمين على حماية مصالح لبنان العليا أقسم اليمين على حماية الشعب اليوم إذا ضلت الأمور تروح بهذا الإطار التدريجي لا رئيس الجمهورية عنده كتير من الشغلات اللي بيقدر يعملها حتى مجلس النواب عنده كمان دور بهذا الشي بقى ما فينا نضل متكلين والله أنه لا ما في مهلة كمان بالمحل التاني البعض بيقول كمان مش موجود نص بيقول لأ أنه ما في مهلة يعني كمان اليوم ما بقى نجي ما بقى نجي نتطلع على نص الكبية الفادي خلينا نتطلع على نص الكبية المليانية حتى نقدر نوصل إلى خواتم سعيدة بمجال تأليف الحكومة اللبنانية بموضوع المطالب بارح وليد جملاط بيقول أنه مش معقول القوات اللبنانية يكون عندهم 8 نواب كمان يأخذوا أربعة وأنه كمان عم تحكون بنايب رئيسي يعني سؤال مكرر بعرف بس لأنه قالوا للمبارحة وليد جملاط لابد أنه ناخد تعليق عليه أنه كيف هذا المنطق المنطق كتير كتير هين أنه نحنا بالحكومة الماضية كانوا بيطلع لهم وزيرين ونحنا أعطينيهم وزيرين بنتيجة التفاهم اللي كان قائم بينتنا أنه نحنا قدمنا أنه يأخذوا وزيرين منحصة نعطينيهم مش حقهم منحصة نعطينيهم وكان لهم أربع وزراء طيب نحنا اليوم إذا بدنا نجي نعطي للقوات اللبنانية أربع وزراء يعني نحنا رح يكون في عنا ثماني وحصة رئيس الجمهورية صرنا 13 الدماغ تعمل الحكومة من 36 وزير طبق يعملوا من 36 وزير وعطوا القوات اللبنانية أربع وزراء شو هالمشكلة وبعدين وليد جملاط يعني أنا عطول عم كرر وليد جملاط معوّد بخلال 25 سنة من الأزمة اللبنانية وخلال الوجود السوري في اللبنان أنه عطول كان الغازي كان عان ورستم غزالة يعمنوا له قانون وعندوا وخيطولوا اللي بدوا يا عائز بس هو ناسي أنه اليوم هون ما بقعتوا موجودين حتى يعملوا له وعطول يستنجد فيهم اللي كان يستنجد فيهم واللي كان يستقوى فيهم على الشعب اللبناني وعلينا أنه اليوم ما بقعتوا موجودين اليوم يعني بدوا يتعود هذه الحقيقة صارت موجودة ما بقى فيه كفيفية طب هلأ آخر شيء من الموضوع الحكومة هل يمكن تخطي وليد جملاط كيف ما بدي يكون الحل بدي يكون حل موافق عليه وليد جملاط لماذا بدوا يكون موافق عليه وليد جملاط لا أنا مش ممكن أن يتلع برات الحكومة هو اللي بيحدد أنا بقول لك ولا فريق لبناني لا وليد جملاط ولا الدكتور سمير جعجع بيقدروا يتحمل يكونوا خارج الحكومة اللبنانية ولا نحنا بدنا يكونوا خارج الحكومة اللبنانية نحنا متمسكين أن تكون حكومة وطنية وهون دور الرئيس الحريري هو يحدد الأحجام هو يحدد المعايير ويقول كل واحد يطلع له هذه الحصة اللي أنا شايفها مضبوط ويطرحها على الرئيس ومن هون يكون بالرأي من يجي منقول نحنا أي فريق لبناني هو اللي عم بيعارج ومين الفريق اللبناني اللي عم بيكون عم بيعارق لتأليف الحكومة اللبنانية أما ولا نحن لما نقدم صغة حكومية ونحن المنروح لعند الرئيس الحريري ومتفاهم لموقفنا ويروح لعنده الوزير جملاط متواهم متفاهم لموقفه ومنرج� نحنا منقول والله طالما الرئيس الحريري متفاهم للكل طالما متفاهم للكل وين السيغة الحكومية وين مسودة تأليف الحكومة اللبنانية أنا أكثر شي عجبني بزيارة تيمور جنبلات للرئيس الحريري أنه باعتبار معيار واحد. هذي كل المشكلة باعتبار أنه نعتمد معيار واحد. بزيارته اللي صارت أخيرا طالبها مضبوط حكي بالمعيار واحد. فإذا انتفقنا وخلينا نتفق من محلمها. وحطة المعيار الواحدة بيمشي على كل اللبنانيين ونمشي فيه. طالما أنا هذني مطالبون هذي ونحن بنمشي بهذا الشيء هذا. والرئيس الحريري تحمل مسؤوليته الدستورية واللي أعطي إياها الدستور من خلال اتفاق الطائف ويبادر إلى وضع تشكيل حكومية. يمكن قصده تيمور جنبلات بالمعيار الواحد أنه هن أخذوا سبع نواب من أصل ثمانية عند الطائف الدرزية. فلازم يأخذوا كل الوزراء. بس كمينا نحن اليوم بانتخابات الجبل نحن أخذنا أربع نواب وهن أخذوا سبعة. وإذا تجي بلغة الأرقام اليوم نحن واللي الجنبلات عنده 60% من أصوات الدروس. 40% وليك شو بنعمل فيهم؟ 60% بلغة الأرقام بيطلع لوزيرين. وال40% بيطلع لوزيرين. نحن بدأ نلغي نتائج الانتخابات النيابية أو نتائج الانتخابات النيابية أفرزت هذه الأرقام. ونحن طلعين من انتخابات النيابية والقانون اللي اعتمد أول مرة على النسبة. نحن بدأ نلغي القانون ومفاعله ولا نتائجه حتى يرضي وليد جنبلات. لا ما بتمشي هكذا. كمان وليد جنبلات لما كان في انتخابات رئيسية. هو قدم ورشح لقلقه. كم كان عنده نيب ماروني على صعيد لبنان؟ هو رشح نيب هوريح له. ورزع على مجلس النواب وانتخبه الريمان. صوت له أول مرة. طيب أنه هذه مقبولة. ونحن ما أخذنا ولقمنا لأيامه كل مرة وقلنا ما بيحق له عنده نيب أو نيبان ماروني. وما بيحق له من أصل كذا نيب ماروني بالبلد. ما قمنا. بس تجي القصة. عطول بس تجي القصة عند المسيحيين. الكل بدون يديه دو. ونحن بس عم نطالب بالعدالة. وعم نطالب نحن بالتمثيل الصحيح. وما قفضت إلى الانتخابات النيابية. نحن ما نقول نحن نتدخل بحقوق الطائف الدرزي. لا ما عم نتدخل. كمان طلال أرسلين. الوزير طلال أرسلين. الو حيسيته. الو وجوده بالطائف الدرزي. وهذا مش موجودة من هلأ. موجودة من 60 سنة. يعني هاي الأمور تنقاس. مثل ما هي. من دون ما نروح إلى. نبلش. نزد التهم جزافا يوم على الوزير بيسيل. الوزير بيسيل يتمسك بحقه. اللي يتمسك بحقه. أنه هيدا صار عم بعرقل. ولا هني معودين بالحقب الماضي. أنه كل شيء لقلهم لقلهم. واللي لقلنا لقلنا ولقلهم. لا ما تمشي الأمور هاي. النائب سابق مصطفى علوش. اللي هو عدو مكتب سياسي الطيار المستقبل. قال على الو تي في من كم يوم. اختصر الموضوع الحكومي كله بالعبارة التالية. ما فيك تطلب من اللي معه 100 ألف يتنازل عن 100 ألف. فيك تطلب من اللي معه مليون دولار يتنازل عن 100 ألف. وبالتالي لازم رئيس الجمهورية والطيار الوطن الحر. هني يتنازلوا لحتى لا تتفك هذه العقادة الحكومية. لكن إذا بدأ نحكي بالملايين. أعتقد تقير من السقبل هني اللي عنده الملايين. وبيقدروا بيتنازلوا عليهم. نحن يكتر خير الله. ما عندنا لا ملايين. أنا عم بيقول ما بعده شيء هلأ. ولا ميت لا عندهم. خلينا نقول يتنازلوا هني. إذا هني قادرين يتنازلوا. نحن متنازل. أنا بيدر بيقول لك. خلي تيار المستقبل وخلي رئيس الحريري. يجي يقول لأنا نحن. أنه يخينا نحن متنازلين. نحن بدنا نعطي أو مش متنازلين. لنحن ما عندنا لحد دلعة من طالب بالأشغال وبالزراعة. خلينا نقولوا نحن. أنه رح نعطي الطيار الوطني إلى جانب وزارة الطاقة. اللي هي مثل وزارة الدفاع. اللي هي من حصة رئيس الجمهورية. نحن نعطيكم الأشغال والزراعة. ونحن قدنا نتنازل عن حقيبة سيدي. اللي هي وزارة الخارجية. كدنا نتنازل. كد. بس يقولون لنا أنه خلي نسان. فكرة جديدة. فكرة جديدة. هل من عندك أو سماعة شكرا؟ هيا أنا من عندي أنا أنا أقول. خليني يجي يطرحوا علينا. وهي دي فكرة من ندرسها. من عندي أنا ما بدي أحمل فيها. بس أنا أقول. خليني يجي يقولوا أنه نحن منتنازل أو نحن منقدم تسهيلة اللي عمل الحكومة الليبنانية. قطأ الوزارة الأشغال لأنه يكون وزارة الزراعة تنازلوا عن وزارة سيدي أو وزارة الخارجية. هكذا يكون عرض مغري. يمكن أن نفكر فيه. بس براس مين هي بدأت تطلع؟ مش براس حدا. بموضوع الحقيب. يعني ساعتها شو بعد يطلع لهم القوات؟ شو بعد يطلع لهم المردة؟ لا يغدوها. يغدوها القوات. يغدوها ويعطوها للقوات. خارجية. بس أنني عم يطالبوا لأن بوزارات أخرى وازنة. مثل الصحة والأشغال. بين القوات والمردة. ما بدون كمان وزارة منها. لكن المردة بالتجربة اللي عطوها بوزارة الأشغال. بعتقد مباحة. ما رح يقدروا يفكروا بحياة لوزارة خدماتية أساسية في البلد. كانت تجربة. ما عم يطالبوا باثنين هنه هلأ؟ هلأ في طالبوا بثلاثة. قد ما بدنهم. مصري بيطالبوا شيء ولا يغدوه شيء. اليوم التجربة اللي عطوها بوزارة الأشغال كانت تجربة سيئة للغاية. أو بدي أقل لك من أكتر. أو إذا بدي أقل لك الأكتر. ولكن من أكتر التجربة السيئة سوءا على مدى كافة الحكومات الليبنانية. لماذا؟ خلينا بإدارتها. قد نظر عن التفاصيل. بس هنه بيقولوا أنه يلي مش حاجبوا أنه الزفت عم يجي عن طريق غيره. عم بيقول هيدا الحكي. لو عطيوك زفت كنت بتقول لك؟ أنا بدي أقل لك مثلا بعكار. عم بيقولوا أنه كلفنا الصوت للمرشحهم بعكار. هم بحكين مناتها شو يفتي بعكار. كلفهم الصوت بيعطوك رقم خيالي على الصوت. وما خدنا غير 2500 صوت اللي هو مرشحهم كان بعكار. رغم المصاري اللي أنفقوها بالمليارات. وهي دي وين أنفقوها على مصالح انتخابية. والعالم استفادت. نحن في عنا طرقات تزفتت. ورجعوا وحفروها بعد سنة ورجعوا وزفتوها مرة تانية. هني حفروها. يعني ما هي تحفرت. وهو طريق عام طريق الجوم يعني. وحفرت رجعوا وحفروها بعد ما كانت منزفت. وماشي رجعوا وزفتوها مرة تانية. وفي عدة تانية. يعني أصدك تقولوا أنه عم نشتغل يعني. زبطوا. حتى بوزارة الأشغال اليوم. لهيئة الرعابية والتفتيش على وزارة الأشغال. بقرار من الوزير طلع على رأسه. أنه ما خليهم يفوتوا على وزارة الأشغال. يعني ما بدي يفوت بالتفاصيل. نحن اليوم مش هيدا الموضوع. بسأنا ما تدين لك. لا بس موضوع وزارة الأشغال بيحرز ينحكى عنه. وزارة الأشغال هي. بس اليوم الناس عم تسأل. أنه عم بيسمعوا بالإعلام. ومواقع التواصل عن المطار. وعجقت المطار وكل شيء يصير بالمطار. ما شايفه وزارة الأشغال عم الجولة. يعني هون بحق لنا نسأل عن هذا الموضوع. ما نزل عم الجولة أقله من حيث الشكل اللي يتصور. أنا كنت أتمنى على وزارة الأشغال. وهلا ما بدي يعني. يروح له هيك شي نهار الساعة سبعة ونص الصباح. أو الساعة سبعة الصباح. لأن أنا بسافر كتير وبعد. بتشوف العجقة هيك. طيب هيدا ما لازم أنه يقول. أنه فيه شغلات بتقدر بتنعمل. أنه معقولي ما فيه شي بيقدر من عمل. بلقى اللي يوقف مع اللبنانيين المسافرين يقول أنا واقف معهم. أو اللي أنه كيف فيه طريقة نقدر نساعدهم. أو السواحي اللي بتيجي على لبنان كيف في الطريقة اللي نقدر نمشتغلها. هلأ أبعرف أن وزارة السياحة إلا علاقة بوزارة الأشغال واتناناتهم مع بعضهم. تب خود الطرقات. شون عمل؟ شون عمل مشروع حيوي بلبنان بهايدا؟ ولا شيء. من هاك بدي أقول لك لا يمكن نحن نقبل ولا بشكل من الأشكال أنه تروح هذه الوزارة للي كانت معهم بالحقابي الماضي. الأول من أيلول. شو بدي يسير من بعضه؟ لأنه عم بيقوّل كلام فخيمة الرئيس كتير أنه ما بعشه رح يعمل. بالوقت هو الجملة اللي قاله أنه بعد الأول من أيلول سنتكلم. نعم سنتكلم. هيك حرفيا قال. طبيعي. طبيعي من الرئيس اليوم من الرئيس الجمهورية. بس راحوا بالتفسير لكتير باية. أقصم اليمين على حماية مصالح لبنان. أقصم اليمين على حماية الدستور. هل معقول يشوف البلد رايح بهذه الطريقة؟ واليوم هيدا حقه. حقه الدستوري. حقه المعنوي. هو بالنتيجة بيلة اللبنانية. ما فيه شوف البلد عم ينهار الدورة الاقتصادية وقفة. اليوم عنا مؤتمر سادر اللي بيقدر له الدورة الأساسية بإعادة. إذا بدك تقول تحريك العجل الاقتصادية بلبنان. كل هالشي وقف رئيس الجمهورية. يقعد وما هم يقدر يعمل شي. طبيعي حتى مجلس النواب له دور. يعني اليوم ما بدنا نتسلح أنه والله رئيس الحكومة ما عنده مهلة. طيب رئيس الحكومة ما عنده مهلة. والشعب ما رح يعطي مهلة. يعني اليوم الشعب كمان مسؤول. والرئيس هو ضنين على مصالح الشعب. ورئيس الجمهورية هو الحامة لمصالح الشعب اللبناني. وهذه المصالح ما منقدر نحميها أنه والله ولي الجمهورية بدون هاك أو اللوات اللبنانية بدون هاك. ونحن ما منقدر نعمل شي لأنه هني بدون هاك. لا اليوم دور الرئيس الحريري أنه يكون مبادر. ومبادر إلى هو تدوير الزواية. وإلى استنتاج الحل اللي بيقدر كل اللبنانيين بوافقوا عليه. حتى يظل يقول أنه أنا والله ما بقدر هاك. وين دوره؟ وين دوره؟ لرئيس الحريري. ما بدون بفهم. ومن هون أنا كمان بدي أقول للقوات اللبنانية والدكتور سامير جعج. وهذا نقد منها. أنا ما بدي يتفسر هاك هجومه. لكنهذا نقد يغدو بمحبة. أنه اليوم نحن يوم قصة اتفاق الطايف. حتى نحكي. اليوم أخدوا خيار تاني ورحوا مشوا فيه. ودلت أنه لوين وصلنا من وراه هذا الاتفاق. بدنا نجي حتى اليوم اللي كانت تحيله في الرباعي. بالتحيله في الرباعي غيبوا. نحن وياهن. وهن رجعوا صاروا إذا بدك تقول لحقوا حالهم بشوي. بس ما كان لهم أي دور وأي قرار. بالاتفاق بالرباع اللي صار. وما كانوا ما تعلموا. رحنا كمان وصلنا نحن للي صار بخلال تولي. كان الرئيس سليمان أو قبل الرئيس. طيب نحن على دور الرئيس سليمان كان عنا 27 نايم. نحن ما كنا نقدر ناخد وزارة سيادية. بهذه الأيام مثل ما نحن بدنا. طيب نحن بدنا نرجع نجي نفوت على قصة بعد الانتخاب الرئيس. برهنة انتخاب الرئيس. أنه نحن وقلوات اللبنانية إذا كانوا على وفاق معنا. وإذا قدرنا مشينا بخيارات لبنانية. ومشينا بمصالح لبنانية. منقدر منحقق لقلنا ولقلنا المطالب اللبنانية بشكل عام. وحتى كمان إذا بدنا نحكي المطالب المسيحية. اللي نحن ما بنحب نحكي بهذا الشكل الطائفي. طيب أوكي فتنا على الحكومة. راحوا وصاروا يغردوا لحالهم. وصاروا يستهدفوا التيار الوطني وينما كانوا يكونوا. وما بقى في عندهم شايفين غير وزراء التيار وطني. كمان ما تعلموا من هذه القصة. وشفنا شو اللي صار. فتنا على قصة أسر الرئيس الحريري واللي تعرض له. لأنه بدنا نركز أنه الرئيس الحريري كان بحالة أسر أو اعتقال. أصر رئيس إمانيويل ماكرون هو اللي قال. هو اللي قال. كان محتجز. كان محتجز. طيب اليوم هني كمان أول من هللوا للموضوع. وكانوا إذا ما بدك يكونوا مشاركين. كانوا مهللين وكانوا مبسوطين لللي صار. وأخذوا خيار بضرب العهد. وبيضرب مصالح اللبنانية. مش مصالح الطائف السنية. وهذا إذا بدك تقول. لو انكتبوا النجاح لهذا السيناريو. كان خرب لبنان وكنا فتنا بحرب أهلية. وصرنا مثل دول الجوار ما بنطلع منها بمئة سنين. طيب أوكي. عملية المراهنة على لواء أشرف ريفي. كمان كانوا فيهو معملية الريهان. ما تعلموا من هالشي. طيب اليوم كمان نحن اليوم وصلنا لوين. وصلنا لوين. هيك بدون نظلم كفين. عطول المراهنة على الخارج. اليوم عم بيرهنة على دولة إقليمية خارجية. إنه تقدر تحصل الحقوم. اليوم بنخلال التفاهم اللي صار. والعلاقة الجيدة اللي كنا بيننا وبينهم. درنا نحن والكل وحتى هني أكتر الناس. أخدوا حقوقهم طابشي. مثل ما بيسمونه نحن عنا. أخدوا حقوقهم وزيادة. طيب هلأ اليوم بحالة الخصومي. إذا بدوني الخصومي بمحل معين. لأنه أنا ما بدي أقول الخصومي على الصعيد السياسي. بمحل معين بالحكومي. ما رح يغضوا إلا حقهم. فإذا بنرجع ونوصل لخلاصة. يريد لو بيتعلموا الخيارات الخاطئة بحقهم. وبحق اللبنانين وبحق المسيحيين. نحن وياهم نقدر من أمن المصالح اللبنانية والمصالح المسيحية. لأنه هني عطول بيرجزوا عليها. وهيك منكون قدامنا للشعب اللبناني. ولقواه أخيك. أنه نحن إذا كنا مع بعضنا متفقين. منقدر مناخد وبيصير التضحية متبادلة. منقدر مناخد حقوقنا أكتر. ومنقدر منأمن إلى الشعب اللبناني. أكتر ما منقدر منأمن له بحالة الخصومي. أو اللي نحن نشوفها اليوم. أستاذ أسعد في كتير موضوع بعد رح نحكي فيها. حكوميا كما بنا نحكي عن موضوع النازحين لعلاقات اللبناني السوري. كل ما يطرح بهذا الإطار. وموضوع بتخص منطقة تعكر تحديدا. ولكن بنا ناخد فاصل ونرجع لحوار اليوم. مشاهدينا فاصل ونرجع لحوار اليوم مع الأستاذ أسعد الغانون. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم من جديد بهذه الحلقة من حوار اليوم. مع ضيفنا عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد الغانون. أستاذ أسعد أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا فيك. بيسيئ الموضوع الحكومي رح منكمل نحن وياك. حكينا شيء عن موعد أول أيلول. أنه شو ممكن يعمل رئيس الجمهورية من بعدها. شو رأيك بكل النظريات اللي عم تطرح. بعدها بالإطار النظري. عن شو ممكن رئيس الجمهورية يعمل بحال سكرت الأمور على الآخر. يعني الحريري رئيس الحريري ما عم بيشكل. وهو عنده خيارات منها رسالة لمجلس نواب. دعوة لمشاورات. هالأمور كلها. لك أنا أول شغلة بدي شدد. برأيك أول شي رح نوصل لهون. أنا بأعتقد. أول شي بدي شدد على العلاقة الممتازة. بين التيار الوطني الحر. لأنه أنا نائب عن التكتل. بين التكتل والتيار الوطني الحر والرئيس الحريري. وتيار المستقبل. عليها كثير جيدة. ما فيها أي شيء. هناك بعض أننا نستعجل الأمور أن يأخذ دوره الرئيس الحريري. بقصة تأليف الحكومية. هذا كثير طبيعي. ونحن اليوم ورشحنا الأول والثاني هو الرئيس الحريري. احتراماً للمسيقية اللي نحن عم نطالب فيها وطلبنا فيها ورح نطالب فيها بالمستقبل. اليوم الرئيس الحريري هو الأقوى بطائفته. يعني هو لازم يكون الممثل إلى الطائفة السنية برئاسة الحكومة. رغم كل هالشي هذا لا يعني أنه هذا تشاك على بياد. أنت روح خود الوقت اللي بدك إلى تأليف الحكومة. نحن هاي المسلمات نحن كليتنا مسلماتاً. ولكن هذا لا يعني أنه الرئيس الحريري ما لازم بقان يقدر يقول أنف يعني بيكفي وخلصت الأمور هنا وما بيقدر كفي بالبلد. واخد أنا البلد وكون المسؤول عنه إلى حافة الإنيار. لأنه نحن ممكن نتحمل شهر، نتحمل اتنين، نتحمل ثلاث شهور، يمكن ست شهور. ولكن على الأكيد ما منقدر نتحمل سنين. ورح إلى لبنان اليوم. شوف الدورة الاقتصادية اليوم وقفة في لبنان. اليوم العمود الفكري للدورة الاقتصادية هو العيقارات، هي الإسكان. لأنه اليوم هي دورة متكاملة. يعني اليوم إذا تطلع بالعمار كم واحدة بيتأثر بس بالعمار. هؤلاء اللي عمروا يروحوا على محلات تانية يشتروا ويقدروا يعملوا. وهي دي سركل كلها سواء ماشي مع بعضها. هيدا العمود الفقري للدورة الاقتصادية في لبنان اليوم وقف. وما في حل له لأنه في عندك اقتراحات أوانين أنه بدا تكون وزارة المال هي البديل عن مصرف المركزي أو مصرف لبنان. هيدا بدأ اقتراح أوانين. يعني بدأ تشريع وبدأ يكون في حكوم الموجود. هذا الطرح البارح أصلا. طرح الموزير المال يباني للعم. واليوم نحن ما عنا خيار ولا عنا بديل على أن الحكوم الليبنانية تتقلب في سرعة. ومجلس النواب كمان مجلس النواب ما فيه ينتظر إلى مالة نهاية وما يعمل تشريع. لأنه شو نحن نحن قاعدين اليوم نروح على الليجان المشتركة. يعني تمريق وقت هي. تمريق وقت. مشان هاك ما منقدر منكفه. والرئيس أنا بعتقد كمان الرئيس بيجعبته عنده عدة خيارات. ولكن اليوم ما رح الرئيس الرئيس رح يقلو للرئيس الحريري. منحدة أنه اليوم من التشكيل الحكومية. يعني اليوم أوكي قدم حيالة تشكيلة. هي قدم التشكيل اللي أنت بتلاقيها. بس قدم يقول هاي تشكيلة الحكومية أنا بدي أقدمها. بتأمن أستاذ أسعب بنظرية المؤامرة. يعني أنه وصلوا الرئيس عون لهم. بدوا يوقفوا عهده عند هذا الحد. خلص ما في حكومة بيفرض الوضع الاقتصادي. ولا عم روح كتير لبعيد. بدي أقول أقل له في عرق لي. يعني في عرق لي خارجية. وبعض الأشخاص بدين يعرقوا للعهد. هاي دي موجودة. بس نحن ما رح نسأول شي. لا رح نسمح لألا. أنه يعرق له العهد. ولا العهد رح يكون مكتوف الأيدي. أنه ولا بيبقى فقامة الرئيس أربع سنين. بالأسر. وما بيقدر للرئيس الحريري قدير يشكل حكومي. ولا بده يشكل حكومي. ولا الرئيس بيقدر يعمل شي. لا فيه خيارات كتير موجودة. ولو خيارات دستورية. مجلس النواب له دور. مجلس النواب كمان خياراته دستورية. لأنه مصدر السلطات. يعني ما فينا ننتظر إلى مال نهي. وأنا بعتقد من أول أيلول أنا بركز على طول على الناحية الإيجابية. الرئيس الحريري سيكون المبادر إلى تقديم التشكيل الحكومي الأولى أو المسود الأولى إلى فقامة الرئيس. وبعتقد رح نقدر نوصل بوقت قريب. هذا أنا التحليل وليس معطيات. ولكن أنا عندي يعني ما يكفي من الصورة البراسية. أنه الرئيس الحريري سيكون مبادر بخلال الأيام الأليلة المقبلة. إلى تقديم نوعا. تقديم تشكيلة أو صيغة حكومية ما رح الكل بيوفق عليها. برأيك رح يعطي هو يبلش يعطي النموذج الصالح كما بيقوله بموضوع تمثيل الجميع. يعني بالطائف السنية رح يوصل لوقت يتقبل أنه في عشر نواب مش من طيار المستقبل لازم يتمثلوا. أو هذه أنا أعتقد أنا أعتقد مش نقطة جوهرية ولا عائق هذه اليوم موجودة. عقل له من يعني ما في أطراف تانيين حدا عم يطالب فيها لأنه مش موجودين بكتلة وحدة. يعني يعني وين مشكلتهم؟ بس عم يجتمعوا في ستة عقليلة هلأ جايين من كتلة مختلفة. من كتلة مختلفة. من كتلة مختلفة. ما هي المشكلة بيجوا من كتلة مختلفة وبعد وقت أنا بحكي لك بكتلة المرادة. يعني بيجوا لعندك أنه نحن من كتلة مختلفة. ومن ناحية تاني بيروحوا بتيار المرادة أو بيروحوا بكتلة المرادة. يعني أو بيروحوا بمحل. يعني اليوم ما عندهم إذا بدك تقول واحدة مطالب أو هني جايين بتحالف عريض على سعيد لبنان. ويرون نحن هيدا التحالف هيك خدنا نواب حتى يقدروا يطالبوا بيحصتهم بالحكومة اللبنانية. أنا بأعتقد أن الأمور رح تتحل حل قريبا. إن شاء الله. يعني وكيبت ما بلشنا الحلقة بموضوع البيانة الوزاري اللي عم يعني فيه هيك انطباع أنه عمين حكى فيه قبل تشكيل الحكومة. وبعرف أنه منطقة عكار أقل له زراعيا ومثل كل مناطق اللبنانية معنية بموضوع العلاقات اللبنانية السورية. يعني بعد فينا اليوم نكون ضد عودة العلاقات اللبنانية السورية لطبيعتها. برح الرئيس برقال هذا أنه بشيبه بمعناه أنه هذا كله حكى. آخر شيء في تبادل سفرة أو في كهربا. وأنا هل أعمل لك أساس التطبيع هو تبادل السفرة. يعني اليوم إذا أنت بتشوف بين دولتين متخاصمتين بعشرات سنين أول شيء بيعملوه بتبادل السفرة وهيدي بيصير التطبيع يعني. ما بقى بيصير أنه مكتب أو قائم بأعمال أنه وصل تمرتها بالسفرة. يعني العلاقة بس يكون في سفرة يعني العلاقة جيدة جدا بين الدولتين. واليوم نحن أنا بدي إليك في فريق لبناني بيقدر يتحمل أنه اليوم المنتوجات اللبنانية وخلال فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في فريق لبناني بيقدر بيتحمل بيقول لك أنا ما بدي أعمل علاقات مع الدولة السورية حتى يكون أنا ساهم بالصادرات من المنتوجات اللبنانية إلى الخارج حتى تيار المستقبل فيقول أنا ما بدي أعمل هالعلاقة هذه أنه اليوم في أمور الأرد هي أكبر مننا كلياتنا وهي أهم من كتير من الشغلات اللي عم تنطرح أنه علاقات يعني اليوم ما بقي يستخفوا بعقول اللبناني العلاقات موجودة التطبيع موجود اليوم في موفدين يعني موفد الحكومة اللبنانية والوزارة الداخلية إلى سوريا باستمرار للحل العديد من المشاكل وأنا بدي أقول اليوم اللبنان المعنى الأول بإعادة الأعمار بسوريا يعني اليوم بس قبل عم نسمع يعني نظريات سرنا عن قصة يعني معبر نصيب ومرور الشاحنات وإلى آخره أنه فينا نعمل معاملة بالمثل بسأنا قريت بعتقد تغريب النائب زياد حواط أنه نحنا كمان ما منخليهم يقطعوا وين عم يقطعوا لعننا يعني ما بعرف أستاذ زياد شو ها نظريا بالزمان بسألنا لهم أنه حتى نعمل مخيمات لقلهم يقال أنه هذه عنصرية وما بنقبل ياريت إن شاء الله إذا بيخبرونا أنه هني تراجعوا أو قالوا كانوا غلطانين مثل العادة بكل مرحلة من المراحل المضعفية أنه كانوا غلطانين بيهدي كل مرة وما وقفوا معنا حتى نقدر ما نخليها الكمل هائل من الناس حين السوريين يفوتوا على لبنان إن شاء الله يعني هذه بيكون يعني بيادر تخير أنه بلشوا يتعلموا من الأخطاء اللي ارتكبوها بحق اللبنانيين عامة والمصالح اللبنانية بشكل عام لا اليوم أنا بدي أقول لك نحن قلنا دور أساسي وفاعل بإعادة الإعمار بسوريا والأكتر من هيك أنا بدي أعطيك معلومات أنه في حكي من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة بين السعودية وبين الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار وحكي مع الأمريكان يعني اليوم كل العالم عم يحكوا مع السوريين أنه بمصالحهم ومصالح الدول اللي عندهم ومصالح شعوبهم ونحن عندنا هون ما فينا نصرف الإنتاج الزراعي عندنا أنت عم تشوف كثير من الأوقات المزارعين اللبنانيين بيروحوا بيكب الإنتاج اللي عندهم على الطريق وبيكبوا إنتاجهم لأنه ما فينا يصرفه ونحن ممنوع نصرف إنتاجنا من خلال بس أنه الترانزيت بالدولة بالدولة السورية حتى نوصل إلى الدول العربية نصرف إنتاجنا ليش؟ لأنه ما بدنا نعمل علاقات ما بقي يكذبوا ويستخفوا بأقول الناس يعني اليوم نحن خلينا ندور على مصلحتنا كل العالم ريكدي وراء مصالحها ونحن عم نتغنى بشعارات ما بقلها يعني ما بقلها أي معنى ولا بتنصرف ولا هيدة شيك بلا رصيد ما بينصرف ولا بمحل في على يعني سيرة الشعارات نائب السابق من منطقتك يعني معين المرعب وزير الدولة لشؤون النزحين السوريين لشؤون عودة النزحين السوريين يفترض بيقول كل اللي عم يعملوا الطيار الوطن الحر وحزب الله زاد حوى حزب الله على الموضوع بالموضوع اللي إله علاقة بالنزوح بمثابة مهازل فلكلورية هذا حرفيا أنا اليوم بدي إله للصديق معين المرعب فرجينا أنت شو المش فلكلور قلنا كيف بدك ترجع اللي بني السوريين أو نزحين السوريين عبر لهم اللي عم يعملوا فلكلور اللي عم يتصرفوا فيه عم يحط اليوم الوزير المرعب عم يحط مصالح النزحين السوريين قبل مصالح الدولة اللبنانية اليوم نحن وين المصل لحل لبنانية أنه نحن نربط عودة النزحين السوريين إلى سوريا بالحل السياسي بركة هذا الحل السياسي مصارب 20 سنة وهو نتيجة التغيير الديموغرافي اللي عم يصير بلبنان من جراء النزحين السوريين شيء كتير خطير يعني اليوم أنت بتشوف نسبة الولادات بلبنان شيء كتير خطير طب مين وين هذا كيف يعني اليوم اللي الابن عكار اللي هي منطقتي ومنطقته للوزير المرعب اللي بيكون هون ببيروت وبس يصير عمره 15 سنة بصير بتلاقي صعوبة حتى تقدر تاخده على الضيعة أنا بدي أقول لك هول اللي بيصيرو هون واللي بيربو هون صار مسهل ترجع تردهم على سوريا كمان يعني هذه الشغلات ما بقتنصرف هالفلكلور اللي عم بيقولوه ما بقلوا أي معنى اليوم أنا بدعي للوزير المرعب أنه يحط مصلحة لبنان قبل مصلحة الناس حين السوريين ونحنا مع أنه تتأمن عودة الناس حين السوريين الأمنة إلى بلدهم الكريمة ويقدروا يعيش وعيشي كريمة ببلدهم لأنه نحن عاجزين من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية أنه نتحمل هذا العباء بكفينا مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية عندنا ما بنقدر نحن نتحمل المشاكل إلى الدول المجاورة وأنا بدعي طب أنا بدي أقوله للوزير المرعب أنه اليوم الوضع الناس حين السوريين بالأردن كيف وبتركيا كيف وبدول الخليج كيف بس نحن لحالنا بالإمكانات المتواضعة عندنا أنه هني من تشرين وعم بي هلأ اليوم صاروا وعم بينافسوا اللبناني بلقمة عيشهم في قلنا بيعكار كم وظيفة تاخدت من قبل الناس حين السوريين من طريق اللبنانيين لأي متى بدنا نظلها لأي متى بدنا نظلها مقيدين بالإملاقات الخارجية وشو بيقلونا الخارج على حساب مصلحتنا حتى ينفزوا هني أجاندات بكرة بسوريا من خلال هذين الناس حين حرام اللي عم بيصير حرام من قبل اللي عم بيصير من قبل المعاركلين للحكومة اللبنانية يتطلعوا بحالة الشعب اللبناني لأنه أنت بتعرف هذي لو بخلال لو بي بدول تانية اللي بيكون اليوم عم بيفضل المصالح الخارجية على المصلحة اللبنانية وأنا هول بدي أقول للمعاركلين بالحكومة اللبنانية هولي بيتحاكموا يعني اليوم هولي لو ببلاد تانية وهولي بيتغنوا بالديمقراطية وبلبنان أولا هؤلاء لو بلاد تاني هؤلاء بيتحاكموا هؤلاء بيتقدموا وينسئوا للمحاكمة لأنه هؤلاء عم يفضلوا المصالح الأجنبية على مصالح بلادهم ولكن للأسف عندنا صارت هيدي بطولي أنا اليوم بقول أنه حيلا شغلي بتصير خارجية بعد وقت بتنسى أنه عندنا بعض الأفريقاء اللبنانيين بيروحوا ليدافعوا عنهم وبينسوا حالهم بمحل ما أنه هن اللبنانية ما فيهون يتدخلوا بالمشاكل وهذه شفناها بالمشكلة اللي صار بين السعودي وبين كندا ما بعرف نحن وين المصلحة اللبنانية طلعوا بيان المستقبل طلعوا بيان أنه يلا طيف نحن هنو ضد كندا هن عارفين أنا لأنه كندي يعني أنا عايش بفترة كبير أنت ما خبر كم في لبناني عايش بكندا أنت اليوم في عنا خمس نواب بالبرلمان الكندي اليوم في عنا وزير على الصعيد بالبروفينشل نحن اليوم في عنا مصالح لبنانية من كل الطوقف ومن كل الأحزاب في كندا طب شو أن مصلحة نحن بس إني عنده المنطق أنه إذا طرف لبناني بغض النظر عن رأينا بكلامه إذا طرف لبناني انتقى الدولة خليجية دغلي بيهبوا بيقولوا أنه اللبناني اللي بيشتغلوا بالخليج والآخرة طب ما هن نتهجموا على كندا لكن نحن مين بس فرق أنه كندا يمكن ما بتتصرف بتشفي أو بيهبوا اليوم كندا من أكثر الدول اللي بتدافع عن حول الإنسان واليوم اللي عملته كندا بغض النظر إذا أنا مع أو ضد هو نابع من القيم اللي بتتغنى فيها الدولة الكندية اللي بتدافع عن حول الإنسان من دول ما تتطلع بين أي دين وتاني أو أي منط أو تاني أو دولي وتاني بقى نحن اليوم أنا مع يعني أنا ضد كل فريق ضد كل فريق كائنا من كان أنه بس يكون في مشكلة بين أي دولة والتانية نحن نجي الدخل نحن خلينا ضمن لبنانيتنا خلينا عندنا ما يكفي من المشاكل حتى نحن نضل ضمن لبنانيتنا أنه نقدر ندافع عن مصالحنا وخلينا نكون بعد لبناني في الخارج ولا نكون بعد في الخارج في لبنان هاك بيقول فخانة الرئيس وهك علمنا وهك لازم نكون نحن بانتظار الحكومة خلينا نروح على عكار حصرا سؤال بتصور بالحلقة الماضية سألتك نفس السؤال أنه اللبنانيين بالمنطقة فوق بلشوا يلمسوا أنه استفادوا من أنون الانتخاب لأنه صار فيه نواب من أفريقاء آخرين بطل فيه احتكار بطل فيه تهميش بطل فيه أو على إيه اللي خف التهميش والاحتكار بلشوا يلمسوا شيء أو لا على أكيد اليوم نقل يعني اللي نعمل عملنا نقلة نوعية يعني اليوم اللي كان على الصعيد السياسي أو على صعيد القرارات بعكار أو على نحن اليوم أول شغلة عم ندعي إلى أنه يكون نحن نواب عكار من كافة الكتل أنه نشتغل إيد وحدي بقلب عكار وبالسياسي من يعني خارج عكار فينا نشتغل سياسي قد ما بدك ولكن ضمن عكار نشتغل إيد وحدي لأنه نحن بحاجة بعكار إلى إنماء من هلأ لأربعين خمسين سنة حتى ترجع ترد العكار إلى مثل بقية المناطق الموجودة باللبنان بقى ولكن كمان من شغلة تانية أنه نحن ما بقاتوا فريق معين بعكار بيقدور بياخد الأرار اللي بدوا إياه أو بيقدور ياخد اللي بدوا إياه لا صرنا نحن مش بس عم نقول لهم ما فيكو نحن صرنا شركة كما أقول نحن كمان عم نبادر إلى طرح المشاريع يعني نحن بقصة الجامعة الليبنانية اللي أنهم متوقفوا هون اليوم الجامعة الليبنانية باتكون لها على كل عكار والجامعة الليبنانية بهذا المحل ما رح يصير ونحن بدنا بعدنا واقفة وبعدنا نحن يعني نحن متمسكين بأنه تكون منطقة وسطية لكل ولاد عكار وكل ولاد عكار يكونوا فيها بغض النظر عنه هذه الجامعة لكل ولاد عكار مش لمنطقة دون التاني وبدنا تكون منطقة وسطية وأنا طلبة بلجني وبرجع بكرة طلبة بلجني أن تكون برئاسة الرئيس الحريري وأخصائيين معا من الجامعة الليبنانية ونقول لهم هذه خريطة عكار وين الأفضل تنعمل وتنعمل ونحن كلهتنا موضوع التلنا بالحلقة الأخيرة أنا بذكر أنه كان بدك تطالب موعد من الرئيس الحريري لتحكي معه بهالموضوع صار الموعد أو صار؟ موعد ما صار الموعد على كان مسافر إجاه هو من يومات إن شاء الله بيصير الموعد بس تعدوا عند فخمة الرئيس وفد كبير من عكار لا حكينا بمواضيع إنمائية كثير يعني هني راحوا بعض النواب لعند الرئيس بري وقالوا له أنه في نيب يعني معارض لهذا الموضوع قالوا انه طالب في موضوع خلافة أنا مفوت فيه هذا بتحلوا أنتم يعني نحن اليوم الخلاصة أنه نحن موجودين عند الرئيس بري؟ هني كانوا لأنه هيدا الوفد زيروا كل اللي بس كان ما كان معه النواب كانوا رؤسة الاتحاد البعض منهم فتح الموضوع قالوا له قالوا الرئيس بري مشكور أنه هيدا موضوع خلافة أنا اللي بدي وصله إياه أنه نحن موجودين ما بقي نعمل شيء بعكار من ما نحن نكون موافقين عليه أو بنقدر من نحن وإياه هنو بنقدر بنعمل أنا كمان بدي شير وليقت لك بالنسبة للمستشفى العسكري لكل أجمع حتى رؤسة الاتحادات البعض منهم بلش يبادر أنه أنا بقدم هاك وأنا بقدم هاك لأنه هيدا المستشفى بدأ نعمله من خلال المؤسسات المانحة نحن رح يكون في لقاء قريب إذا قال الله راد حتى بنبلش بوضع الخرايط ننتقل من مرحلة التمنيات إلى وضع الخرايط كيف لازم تنعمل وهي إذا قال الله راد رح يبقى كل بيشارك فيها النواب والبلديات وكل الفعاليات إذا بدك تقول الفعاليات الاقتصادية بعكار آخر شي سمعني عن عكار بيئي كان موضوع الحرايق اللي صارت يعني يطفوها وترجع تبلش وترجع وصار ينقال إنه مفتعلة وحرايق كبيرة قضيت على مساحات حرجية واسعة جدا أول شي يعني شو عملتو كنواب لحتالي تداركوا إنه هالأمور ترجع تصير تاني مرة أو على الأقل إذا وقعت تكون في فعالية بالتحرك السريع أكتر لمنع من الامتداد بهال والانتشار بهالسرعة لكن أنا بدي لك إيه هو يعني الجواب هو بالشقان الشق الأول هو أمني أنه أنا يعني بقول أنه مش هعطول هاي الحرايق عم تصير بنفس المحلات ومرة واثنين وثلاثة خلي خلي نحط فرضية أنه تكون مفتعلة خمسين بالمئة أنه لازم القوى الأمنية يكون قولها دور بالكشف عن هايدي عن هايدي إذا بردون مفتعلة يعني واحد ليش بدو يولي حريقة خليت أنت بتعرف اليوم تيقص حطاب بأس الدارة ممكن يكون لعدة شغلات أوقات والدني أوقات بعمل الدرار أوقات عدة شغلات يعني اليوم هالنظرية هايدي موجودة خلينا نقول هايدي موجودة يعني طالما موجودة نحنا بدنا نشتغل عليها أنه نحربها نجي نحنا إذا كانت مفتعلة ومن هاللي يكونوا عم يعملوا هيدا الشي أنه القضاء ياخد دوره وينزل بحقهم أقصى العقوبات الشغلة الثانية بدنا نفوت أننا في عنا بعملية أن الحرائق فيه شغلات تانية وهي مهمة المعدات الموجودة بيعكار يعني أنا لما صارت الحريق بالإقبيت اتصلت بالمديرة عاملة الدفاع المدني العميد خطار قال لي أنه قلت له يا عمي نحنا بيعكار ما عنا غير آليتين من أصل 12 أو 13 آلية عم تشتغل كيف أن نطفي حراية طيب إذا صار حريق آن بنفس الوقت كيف قدير تبعث لهون ونهون اليوم آلية شو بدها تقدر تسيطر بالوقت اللي عندك أنت 12 آلية كلهم بالصيانة يعني اليوم أنه لو موجودين هالآليات كلهم وموضوعين بالخدمة كلهم سوا هيدو كانوا بيقدروا بيساعدوا كتير بعملية إخماد الحرائي أوكي بس بهالشغل الحق عامين مش على المدير عاملة الدفاع المدني يعني يمكن هو طالبهم أو ما بعرف يعني أنا بدي أقولك أنه كمان مش طبيعية القصة تضلى هيك هلأ عم بيقول الإمكانات ما كان لدينا الإمكانات أو محل اللي عم بمراكز الصيانة عندهم كتير ضغط بس كمان أنه يضلوا يعني لازم نحنا نوصل لفصل الصيف تكون كل المعدات بلبنان مش بس بيعكر وهي خاصة الحرائق عم بتصير بالأطراف يعني أنه تكون المعدات بالمحلات اللي عرضة للحرائق أنه تكون هالمعدات كلها هيدو جهزة والشغل الثاني اللي منقدر منعمل وعملية الوقاية هو زيادة عدد حراس الأحراج لأنه أنت بس تزيد العدد وخاصة بالمناطق الحرية لأنه أنت لو إيهي بدا تفتح ملف طويل عريض ملف في التوازن ومجلس الخدم المدنية وكذلك العضية هذه اللي يتهم الطيار أنه موقفة كرمال التوازن طيب أنا بدي أجي إلى كيفية عربطنا موضوعين لأنه بس كمان هيدا بيأثر يعني هيدا الموضوع كمان بدوا بدوا علاج لأنه اليوم عدد الحراس الأحراج كتير ضئيل أنت اليوم لو بتطلع بتشوف الحراية بتطلع بتشوف هيدو مجزرة بحق البيئة يعني عن جد شي بيتدمع العين لألو أنه هيدو اليوم عشرات السنين من هالسروي هيدو أو إذا بدك تقول مئة سنين اليوم بلمحة بصر هيدو كلها اختفت طيب هيدو كمان بدك لترجع يعني هيدو مش عملية تولى إيه ليه معطلة فينا نصلحها هيدو عملية بده من السنين حتى ترجع تعود هيدو الحرش وهيدو السروي اللي هو لبناني بيتغنى بسروة الحرجية وبنتغنى بغابات الأرز وستنور يعني هيدو كمان بده معالجة من ناحية الطاقم العملي والمعدات وبده كمان من الطاقم البشري ومع الأمن كله سواء يعني لكل بده يتعامل يتعاون بهذا الموضوع حتى نقدر نوصل إلى معالجة جزرية بهذا الموضوع عصيرة الأمن الوضع الأمني بعضه تحت السيطرة بعضه ممسوك يعني فرقت كتير عن المرحلة السابقة لأنه من فترة يعني رينا بيان فرع المعلومات عن الشبكة اللي ألقوا القبض عليها بالشمال وكانت عم تهدد كنائس وحاجز الجيش اللبناني تبعتها حدثك لايك اليوم نحنا يعني القوى الأمنية مشكورة خاصة إيادة الجيش والقوى الأمن وحتى يعني الكل يعني الكل إذا بدك تقول كل الأجهزة الأمنية عم بتقوم بواج بيتها على أكمل وجه ونحنا اليوم بعكار وأنا بقول لك من أكتر المناطق أمنا يعني فيك تروح زيك تزور عكار وكيفة مناطق عكار بكل الأوقات ليل ونهار لا ما فينا غير ما نشد على إيد الأجهزة الأمنية واليوم كمان عيد الأمن العام كمان ما نعيدهم بعيدهم نعم من دم صوتنا لأ لك ولأ الوضع كتير كتير جيد من الناحية الأمنية بعكار خلال نختم بموضوع حزبة اليوم الطيار الوطن الحر وضعه بعكار كيف؟ حضرتك نائب تمثل الطيار الوطن الحر نائب ملتزم بالطيار الوطن الحر كيف وضع الطيار فوق مؤرنة بالوضع السابق بالأطراف الموجودة تنظيميا الناس مهمة تعرف هذا الموضوع لكن الوضع هلأ اليوم بدي لك اليوم الوضع كتير جيد على الطول نتائج الانتخابات بعد الأوقات بما أنه الصوت تفضيلي واحد أنه بيصير فيه شوية هذا شي طبيعي وسوى لكن اليوم كليتنا عدنا مع بعضنا ومن قريب عدنا كليتنا مع بعضنا وعندنا اليوم مصلحة الطيار ومصلحة لبنان هي أهم من مصلحتي وأهم من مصالح الكل ونحن ما فينا غير ما نستوعب بعضنا وما فينا غير ما نرجع نقعد مع بعضنا ونشتغل إيد وحدة واليوم في عنا تعينات على صعيد التيار هيات الأقضية كمان الكلمة تفق بهذا الموضوع كمان هذا ما رح يسبب لنا أي خلاف داخلي لا وضع الطيار بعكار وضع جيد ما بقى فيه أي خلافات من نتائج ورواسب الانتخابات النيابية أنا فيني أوصفوا أنه سلك الطريق الصحيح وبلشنا نعالج الأمور كلياتنا مع بعضنا أنا عم بسألك عن عكار لأنه عكار كيف كانت خزان للجيش تعتبر كمان خزان أساس للطيار الوطن الحر كل اللبنانيين بيهتم ويعرفوا شو عم يزيد الطيار الوطني أنا بدي طلع وضع الطيار الوطني الحر بعكار كتير منيح حلا كان في أنه ما تبقت لك بعد الانتخابات صار فيه شوية فتور ببعض المناطق بكل الأحزاب كمان ولكن تعالجت هذه كلها سوا تعالجت وكان فيه عندنا اجتماع من حوالي الأسبوعين عند الوزير بيسيل كان اجتماع كتير جيد ورجع تبعوا زيارات متبادلة صارت الموضوع أنا بأعتقد ما بقلوا أي رواسب كلياتنا اتفقنا على فتح صفحة جديدة ونتطلع كلياتنا يكون نصب أعيننا شو فينا نقدر نحقق أول شي لزملائنا بالطيار الوطني الأفضل بعكار وشو فينا نقدر نحقق لأولاد عكار كلياتهم نقدر نحقق لهم الأفضل كان من الماء أو من الخنمات لأن عكار على مدى الحكومات المتعاقبة باللبنان كل سوا هي مهملة حتى وصلنا بمرحلة من المراحل مش من بعيد أنه ما بقى نفكر حالنا إذا الدولة اللبنانية بتعتبر عكار هي من ضمن هذه الدولة أو نحن تابعين أو موجودين بدولة أخرى لا الوضع رجعنا ردنا إلى الحالة الطبيعية ومتل ما لازم يكون أستاذ أسعد نحن وصلنا لأخي تام الحلقة بعد في شيء بتحب تقوله ما سألناك عنه أو فاتنا لا أنا بريد أشكركم وعطول هذه الحلقة التانية معك بوقت قريب أحب أشكر مشاهديننا الكرام وإن شاء الله منضلنا على تواصل معكم ومع المشاهدين حتى نقدر نوضعهم بالصورة الحقيقية لشو عم بيصير بالبلد ونقدر نخليهم هن يكونوا حكم بكل الأحداث اللي عم بتصير ونحن وياه هون إن شاء الله بنقدر نوصل إلى خواتم سعيدة بمجال تأليف الحكومة اللبنانية المرجوة شكرا لك مشاهدين هم نوصل لختم حلقتنا من حوار اليوم حلقة جديدة صباح يوم غد شكرا وإلى اللقاء